سوريا في العاشرة مرحبا بكم إلى هذا الحصاد الإخباري من تلفزيون سوريا والبداية بأبرز العنوين غارات إسرائيلية مكسفة على مواقع في حمص وحمى ومصادر محلية تقول إنها استهدفت نقاطا للميليشيات الإيرانية مقتل شخص بغارة يرجح أنهى لقوات التحالف في جبل الزاوية ومصادر محلية تقول إنه قيادي سابق في تنظيم جندي الأقصى استمرار توافد المحتجين للمشاركة في اعتصام معبر أبو زندين شرقي حلب وتأكيد على استمراره حتى تحقيق مطالبه الجيش الإسرائيلي يقتل تسعة وعشرين سوريا بقصفه على لبنان ويعلن اغتيال قياديا بحزب الله في قضاء صور اشتركوا في القناة قالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في محيط مدينة حما وحمس من جانبها قالت مصادر محلية إن غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مواقع للنظام والميليشيات الإيرانية في جبل معرين جنوب حما ومستودعات اللواء 47 التابع للفرقة الحادية عشرة وكلية البيطرة قرب بلدة خطاب شمال حما ومواقع أخرى في رفي حمس لا حدود تقف عندها الغارات الإسرائيلية على مواقع النظام والميليشيات الإيرانية في سوريا ضمن حرب مفتوحة لا نهاية مرتقبة لها على أقل تقدير في سلسلة من الاستهدافات التي تعود كل من قطعت في مشهد بات مألوفا ولا يدعو إلى العجب والغرابة غارات جوية إسرائيلية قالت مصادر محلية إنها استهدفت مواقع للميليشيات الإيرانية في مركز البحوث العلمية في جبل معرين جنوبية حما ومستودعات اللواء 47 التابع للفرقة الحادية عشرة كما شمل القصف كلية البيطرة في بلدة خطاب بريف حما الشمالي وكتيبة دفاع جوي في قرية أمحارتين بريف حمص الغربي وسائل إعلام النظام كالعادة رددت روايتها الرسمية كما في كل مرة وقالت إن أصوات الانفجارات التي سمعت ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية وتمكنت من إسقاط معظمها في حين لم تظهر حتى الآن إحصائية للخسائر التي تقول مصادر النظام إنها اقتصرت على الماديات فقط إلى أن الضربة هذه المرة يبدو أنها موجعة سحو الدخان التي خلفتها الهجمات الإسرائيلية وعدد الأماكن المستهدفة تكشف حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنطقة المستهدفة تكرر إسرائيل غاراتها على مواقع النظام والميليشيات الإيرانية في سوريا في ظل مخاوفة ما تزال تتكرر من حرب إقليمية واسعة النطاق يرى مراقبون أمرا واردا جدا تنظم إلينا مراسل التلفزيون سوريا ريم العمري معنا مباشرة من القدس المحتلة مرحبا بك معنا ريم ريم ضعينا في المعلومات المتوفرة بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية هل خرجت أي تصريحات رسمية حول هذه الغارات الإسرائيلية على مواقع في سوريا؟ نعم مساء الخير لكم في الحقيقة فيما يتعلق بالإصابات المصادر تتحدث عن سبع إصابات في هذه الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع لحزب الله قرب حمص وحما بحسب المواقع الإسرائيلية ما جرى مساء هذا اليوم الجمعة بأنه كان هناك انفجارات سمي عدوي انفجارات عنيفة كانت ناجمة عن ضربات جوية قامت بها إسرائيل هذه ضربات جديدة استهدفت كما قيل أكشاك لبيع الوقود في ريف حمص الغربي وأيضا ذكرت المصادر أنها تتبع لعناصر سوريين يعملون لصالح حزب الله اللبناني غرب مصفات حمص على طريق صافيتة تحديدا في منطقة قرية خربة التينة ومستودعات قرب مدينة حمام أيضا المصادر تحدثت أن الدفاعات الجوية السورية فشلت في التصدي لهذه الغارات والصواريخ التي وصلت لأهدافها تزاونا أيضا مع تصاعد كثيف للدخان من المواقع المستهدفة وأيضا تتحدث الأنباء عن وقوع خسائر بشرية في هذه الغارات على حمص وحما حتى هذه اللحظة هناك حديث عن سبعة مصابين من المدنيين على المنطقة الوسطى هذه الاستهدافات ليست بالجديدة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي عادة والتي يقول أنه يستهدف من خلالها مواقع إما تتبع لحزب الله أو تتبع لإيران بالطبع منذ مطلع العام 2024 الأنباء تتحدث أن هناك 60 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية 43 كانت منها جوية عبر القصف الجوي وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير أهداف عديدة نتحدث عن أكثر من 122 هدفا ما بين مستودعات للأسلحة وذخائر ومقرات وتقول إسرائيل أيضا هناك مراكز وآليات وهناك عدد من عشرات من القتلى منذ بداية هذا العام بالإضافة إلى إصابة أيضا العشرات بجراح متفاوتة فبالتالي هذه الغارات ليست جديدة عادة ما تكتفي المواقع الإسرائيلية بذكر أنها تستهدف من خلالها مواقع كما قلنا تابعة لحزب الله أو لإيران طيب ريم كما قلت قبل قليل هذه الغارات ليست بجديدة ولكن هناك من يقول أن هذه الغارات غير مسموقة أو نوعية بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية هل هناك معلومات سربت على مواقع الميليشيات الإيرانية أو حتى لمواقع حزب الله هي غير مسبوقة حقيقة لأن الدفاعات الجوية السورية أيضا تفشل بكثير من هذه الغارات في التصدي لها بالتالي الصواريخ تصل لأهدافها وهذا ما يجعلها نوعية وغير مسبوقة وبالإضافة إلى أن المواقع الإسرائيلية تقول أنها تصل لأهدافها من خلال هذه الغارات نعم منذ بداية هذا العام العام 2024 هو العام الأكثر استهدافا لمواقع داخل الأراضي السورية مقارنة بالأعوام الماضية يعني منذ السابع من أكتوبر حتى يومنا هذا كما تحدثنا هناك غارات مكثفة وغير مسبوقة على الأراضي السورية تحاول إسرائيل استغلال ما يجري للوصول إلى أهدافها فيما يتعلق بالأنباء المسذبة لا يوجد أي تصريحات في هذا الخصوص من خلال الأنباء والمواقع الإسرائيلية ناريم العماري مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من القدس المحتلة وينضم إلينا الآن أحمد الحمادة خبير عسكري وستراتيجي من أسطنبول مرحبا بك يعني أريد أن نقرأ قراءة عسكرية وراء هذه الغارات الغير مسبوقة كما يقال عنها عقيد أحمد ما الأهداف العسكرية من وراء هذه الغارات وكيف تقرأها في أي سياق تندرج تحياتي لك والسادة المشهودين طبعا القوات الإسرائيلية أو الدفاع الطيران الإسرائيلي والصواريق الإسرائيلية تستخدم دائما هذه الضربات ضد مستودعات ضد أسلحة حديثة ضد مراكز تطوير لهذه الأسلحة بالنسبة للميليشيات الإيرانية وخاصة حزب الله وخاصة الأسلحة التي يتم تهريبها إلى لبنان عن طريق منطقة القصير عن طريق هذه المناطق طبعا هذه المناطق التي حولها النظام إلى مستودعات وإلى أماكن تمركز للقوات الإيرانية التي كانت في الطب البيطة لشمال غرب حما أو قيادة اللواء 47 تابع للفرقة إداعش في قريب من بلدة خطاب أو منطقة كلية الطب البيطري كذلك وجبل معرين الذي فيه دفاعات جوية فيه أسلحة فيه مستودعات أما قصف كتيبة الدفاع الجوي في المحارتين قريبة على حمص في هذه المنطقة هي لإسكاة الصواريخ التي تنطلق ضد الصائرات أو ضد الصواريخ المغيرة طبعا حزب الله والميليشيات الإيرانية استولوا على عدد كبير من التكنات العسكرية وعلى المناطق واتخذوها منطقة نفوز منطقة تدريب منطقة تطوير للأسلحة يعني هذه المناطق التي قصفت عقيد أحمد هي مناطق تابعة للميليشيات الإيرانية ولحزب الله أيضا؟ نعم يتواجد فيها عدد كبير من حزب الله وفيها مستودعات وفيها مركز التدريب وهذا أمر خاصة لواء 47 وكلية الطب البيطري هي كبيرة وجب المعرين وكذلك المحارتين كما قلت هي كتيبة للدفاع الجوي يتم قصفها في بداية كل عمل يتم قصف الكتائب الدفاع الجوي القريبة على المركز المراد قصفه من أجل إسكاة الصواريخ أو ضرب الرادارات في تلك المنطقة حتى لا يتم استهداف الطائرات المغيرة أو الصواريخ المغيرة طيب يعني هل هذا القصف المكثف الذي نشهده ويقال عنه غير مسبوخ لأنه في كل مرة نرى غارات إسرائيلية ليست بجديدة ولكن هذه المرة لماذا وصف بالغير مسبوخ هل برأيك هناك ربما تسربات لمواقع معينة نعم يعني البحوث العلمية في حما البحوث العلمية في حما كما تم استهداف غيرها في الشيخرة غضبان في منطقة مصياف سابقا طبعا لولا أن هناك معلومات دقيقة واستطلاعية تقوم بها إسرائيل في تطوير أسلحة في تطوير طائرات مسيرة أو بعض الأسلحة التي ربما تستخدم ضد إسرائيل أو تفكل بالنسبة لإسرائيل ضغط على الأمن القومي لذلك تم هذا الاستهداف على جبل معرين البحوث العلمية أو على باقي المناطق لذلك شمولية هذه الضربات يعني ضرب أربع مواقع تم قصفها وربما أكثر هي التي يتم الحديث عنها بأنها غير مفصولة برأيك هل سيقف الأمر عند هذا الحد أم سنشهد ربما تطور وتبادل أيضا في الغارات بالنسبة للتبادل لا أتوقع بأن الميليشيات الإيرانية أو نظام الأسد سيرد على هذه الغارات وقد سبق هذا مئات الغارات لم يتم الرد عليها أما بالنسبة لإسرائيل فأتوقع بأن استمرارية القصف سيكون عندما يكون الوقت متاحا لديها أو يكون هناك دنج أهداف سيتم قصفه لذلك نرى بأن إسرائيل لا يتم تحديد عملها لا من قبل الروس أو الدفاعات الجوية الـ S300 والـ S400 التي ليست بعيدة عن هذه المواقع في منطقة إحمايميم أو في منطقة مصياف قريبة جدا من هذه المنطقة أو من قبل الدفاعات الجوية للنظام الأسد أو حتى الإيرانية الإيران كذلك أتت بمجموعات دفاع جوي على هذه المنطقة ولكن غير فعالة فنرى من خلال القصف الجوي الإسرائيلي بأنه يحقق أهدافه ويبصف ولم يتم إسقاط طائرة أو صاروخ ربما هناك إدعاءات بأنه تم إسقاط بعض الصواريخ أو غيرها من قبل نظام الأسد نعم شكرا جزيلا لك العقيد أحمد الحمادة الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من إسطنبول قتل شخص على دراجة نارية على الطريق الواصل بين بلدتي إحسم والبارة بريف إدلب من جراء قصف مجهول المصدر وبحسب معلومات أولية غير مؤكدة فإن المستهدف هو المدعو أبو عبد الرحمن مكي كان قياديا بارزا في تنظيم جند الأقصى وقالت مصادر محلية إن مكي عتقل سابقا لدى هيئة تحريض الشام وتم الإفراج عنه منذ فترة قصيرة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ريف إدلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم السود مرحبا بك معنا إبراهيم لو تضعنا في تفاصيل أوفة بحسب المعلومات المتوفرة لديك حول عملية الإغتيال كيف تمت وما تفاصيلها نعم بالفعل ديمة طائرات الاستطلاع التي تحلق تقريبا بالشكل يعني مكثف خلال الأيام الماضية وحتى يعني اليوم صباحا كانت هناك عدة طائرات استطلاع تابعة للتحالف الدولي بحسب معلمنا من مصادر عسكرية هنا في المنطقة الاستهداف أو عملية الإغتيال التي حدثت على الطريق الواصل بين بلدتي إحسن والبارة في مناطق إدلب الجنوب والتي هي أيضا يعني تكون قريبا وعنما من خطوط التماس تقريبا بعد صلاة الجمعة بشكل مباشر تم استهداف شخص كان متواجد على هذا الطريق على دراجة نارية في بداية الأمر لم يتم التعرف عليه لكن بحسب مصادر محلية صرحت قالك بأن الاستهداف كان لطبعا أبو عبد الرحمن مكي وهو أحد القياديين البارزين في حراس الدين في تنظيم حراس الدين وهذا التنظيم يعني كان قد حصلت عدة مشكلات بينه بينه تحريشان في وقت سابق وأعتقل هذا الشخص لكن أبرج عنه منذ وقت خريب حيثيات أو تفاصيل هذا القصف تحديدا الاستهداف كان بصاروخين يعني موجهات وكانت هذه الصاروخ الأول كان بمحازات الطريق والصاروخ الثاني كان بشكل مباشر وبشكل إصابة دقيقة أدت إلى استهداف هذا الشخص وفي على الفور وحتى أن الجثة كانت قد تحولت إلى مضمها إلى أشلاء لكن تم التعرف عليه من قبل الأهالي المتواجدين في تلك المنطقة وقالوا أنه عبو عبد الرحمن مكي وهو أحد القياديين البارزين يعني في حراس الدين وكان سابقا أيضا يعني هو بقاضي شرع في جبهة النصرة سابقا وهي تحرير الشام لكن نتفك عنها بعد تشكيل حراس الدين في المنطقة وكانت قد حصلت عدة اشتباكات وعدة خلافات حصلت بين حراس الدين وبين هيئة تحريب الشام وعتوقي ولكن تم الإفراج عنه منذ وقت قصير جدا تقريبا حوالي شهرين أو ثلاثة أشهر تم الإفراج عنه وكان يسكن هذا الشخص المتواجد في مناطق ريف الدبل الجنوية بحسب المعلومات أن الاستهداف يعتقد من قبل الطائرات التحالف لأن بحسب بقايا الصاروخ الذي تم الاستهدافه المصادر العسكرية أكدت بأنه للتحالف الدولي لأنه تم الاستهداف من قبل طائرات MQ-9 وهي التابعة للسلاح التحالف وهي طبعا أمريكية بحسب معلمنا من المصادر العسكرية المتواجدة من هنا التي أكدت بأنه الاستهداف يرجح بأن يكون هو التابع للتحالف الدولي هذا الاستهداف هو ليس الوحيد في المنطقة كان قد سابقه استهداف آخر على الطريق الواصل بين مدينة إدلب وبين مدينة بنش أيضا الذي كان بقياده السابق أيضا في جند الأقصى في ذلك الوقت على العموم طائرة الاستقناع التحالف حتى هذه اللحظة تحلق في أجواء مناطق إدلب وحتى منطقة ريف إدلب جنوبية وتحديدا جبل السابق نعم إبراهيم سويد أشكرك جزيلا مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من ريف إدلب تظاهر المئة في محافظة إدلب عقب صلاة الجمعة ضد هيئة تحرير الشام وخرجت مظاهرات في كل من إدلب المدينة وبينش وكلي وأرمناز وكفر تخاريم طلب المتظاهرون خلالها بتنحي زعيم هيئة تحرير الشام وإطلاق سراح جميع المعتقلين في سجونها الشعب يريد أصباب الجولاني الشعب يريد أصباب الجولاني وصل العشرات من المحتجين إلى خيمة الاعتصام قرب معبر أبو الزندين في ريف حلب الشرق وتظاهروا تنديدا بأية محاولات لفتح المعبر وأكد المحتجون استمرار اعتصامهم حتى تحقيق مطلبهم بإغلاق المعبر الذي يربط مناطق سيطرة النظام بمناطق سيطرة المعارضة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أصدر ما يسمى الحراك الثوري في جنديريس شرق حلب بيانا مصورا أعلن فيه رفضه فتح معبر أبو الزندين والوقوف إلى جانب المعتصمين أمامه مؤكدا على التمسك بمبادئ الثورة السورية وإلى كل من يفكر بتسهيل افتتاح معبر أبو الزندين أو معبر آخر معهم إن ثورتنا مستمرة بسواعد وهمم ثوارها الأحرار ولن نهدى ولن نستكير حتى إسقاط هذا النظام وأعوانه ثانيا إن افتتاح أي معبر مع هذا النظام المجرم ليس فيه مصلحة الثورة ولا حاضنتها الثورية ثالثا إن افتتاح معبر أبو الزندين هو بالمطلق هو بالمطلق لمصلحة النظام المجرم وأصحاب المشاريع الشخصية من دول وجماعات وأفراد أربعا إن الجيش الوطني قادة وأفراد هم أمناؤنا وأخوتنا ونحن شعب واحد وقضيتنا واحدة وهي قضية قضية حق ننتصر أو ننوت دونها إياكم والفتنة أيها الجيش الوطني إياكم والفتنة أنتم أخوتنا وأنتم أبناؤنا وقضيتنا واحدة تظاهر هل السويداء اليوم في ساحة الكرامة وسط المدينة ضد نظام بشار الأسد وطالب المتظاهرون برحيل النظام وتطبيق الحل السياسي في البلاد والإفراج عن المعتقلين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قتل الشيخ مروان رزق أحد وجهاء الحراك الثوري في السويداء خلال لقاء خاص له مع تلفزيون سوريا إن من أهم أسباب استمرار الحراك في المحافظة هو الغطاء الديني الذي قدمه مشايخ سويداء وعلى رأسهم الشيخ حكمة الهجري من أهم أسباب استمرارية هذا الحراك الغطاء الدين الذي قدموه المشايخ الأفاضل وعلى رأسهم سماحت الشيخ حكمة الهجري أطال الله بعمره وأدام بقاه وأخذ الله بيد على هذا الهم الكبير الذي أخذه على عاتقه هذا الغطاء من أهم الأسباب التي أدت إلى استمرارية الحراك وتماسك الجميع يداً بيد جميع أفراد هذا الحراك متماسكين كانوا مترفعين عن الصغائر لحل الكبائر من الأمور والحمد لله الحمد لله استمر هذا الحراك وأبهر الجميع بتحضره بسلميته برقية بمشاركة العنصر النساء حرائرنا أهل الجميع أطفالنا شيبنا شيابنا رجال الدين الجميع نزل إلى الساحات وعبر عن رأيه بعفوية تامة والحمد لله الحمد لله الحمد لله الجميع يرى ويشاهد وهذا يريد وقال رزق خلال لقائه مع تلفزيون سوريا أن النظام السوري لا يملك الحل العسكري في السويدة وهذه الورقة ليست بيده مشيرا إلى أنه لا يملك إلا لغة النار والحديد والقتل والتهجير لأن هذا النظام يملك العقل الأمني والمخابراتي وهذا العقل المتحجر الغير متطور للأسف يا علواه كان متطور لا يملك إلا لغة النار والحديد لا يملك إلا لغة السلاح والبارود والقتل والتهجير والتدمير والقمع لكن لمحافظة السويداء خصصية معينة هنا في محافظة السويداء لا يملك هذا النظام الحل العسكري هذه الورقة ليست بيد النظام لأنه يصدر إلى العالم أنه يحمي الأقليات وأبدا هذا الكلام غير صحيح اضطحد الأقليات بكل ما يملك من قوة هذا النظام النظام لا يملك الحل العسكري وإن تجرأ وفعل ذلك سيلقى ما هو فوق حساباته بكثير كما أضاف رزق أن قرار الحراك في السويداء محلي وأن النظام لا يملك إلا لغة التخوين مؤكدا على استمرارية حراكهم بسلمية وسعيهم لتطبيق القرار الأممي 2254 حراكنا إن شاء الله مستمر وسنمضي في هذا الحراك ولا تراجع نحن ما دخلنا لنتراجع وما بدأنا لنقف ولكن بدأنا بالسلمية وسنختم بالسلمية وإن شاء الله سنصل مع الجميع إلى القرار 2254 وهو الانتقال السياسي السلمي للسلطة والمولى كريم وهو من خلف القصد إلى شمال شرق سوريا حيث سيرت القوات الروسية والتركية دورية مشتركة في محافظة الحسكة لأول مرة منذ نحو عام وذلك في إطار بنود مذكرة التفاهم الروسية التركية ما يمثل استئنافا للعمليات المشتركة بين البلدين بعد انقطاع طويل القوات الروسية والتركية تسير دورية مشتركة في مناطق شمال شرق سوريا للمرة الأولى منذ نحو عام وذلك في إطار بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وموسكو في تشرين الأول عام 2019 والتي أسفرت حينها عن توقف عملية نبع السلام التي شنتها تركيا ضد قوة سوريا الديمقراطية وزارة الدفاع الروسية تقول إن الدورية جالت في قرى محافظة الحسكة وقرب مدينة القامشلي وضمت ثماني آليات عسكرية وأربعين جنديا من الجانبين ورافقتها مروحيات تابعة للقوات الجوية الروسية في تفاصيل أكثر ذكرت مصادر محلية في محافظة الحسكة أن الدورية المشتركة جابت قرى قريبة من الحدود التركية كقرى شيري ودليك وملك عباس وتعلك وبركة وعالية وعقب انتهاء الجولة عادت الدورية التركية إلى الأراضي التركية في حين اتجهت الدورية الروسية نحو مطار القامشلي بريف الحسكة ثم تمن يربط عودة الدوريات المشتركة بين أنقرة وموسكو بالمسار السياسي المتعلق بالتطبيع مع نظام الأسد ومساعي روسيا في تبديد مخاوف تركيا حيال حدودها الجنوبية فهل تشق الدوريات طريقا جديدا في مسار سياسي أم أنها استئناف لروتين قديم؟ أفادت مصادر محلية أن قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة إلى شرق سوريا ووفق المصادر استقدم التحالف طائرة شحن من العراق محملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجسية إلى قاعدته في قرية خراب الجير شمال الحسكة وضفت المصادر أن قوات التحالف كثفت عمليات استقدام التعزيزات العسكرية إلى سوريا في الآوينة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر قالت شبكة الشرقية المحلية إن قوات سوريا ديمقراطية مدعومة بطائرات التحالف الدولي نفذت عملية مدهمة استهدفت منزلا في مدينة البصيرة الشرقي دير الزور وأضافت أن العملية نفذت في شارع العشرين ما أسفر عن مقتل المدعو أبي محمد الحموي وهو ممرض في مستشفى الحمادي هذا وتنفذ قسط بشكل متكرر حملاة دهم واعتقال بحجة البحث عن خلايا نائمة لتنظيم الدولة أو بهدف ما يسمى التجنيد الإجباري شنت قوات النظام غارات جوية منذ بداية الصباح على مواقع ومغاور ومخابئ لمجموعات تنظيم الدولة في البادية السورية هذا وقالت شبكة نهر ميديا إن قوات النظام بدأت حملة تمشيط جديدة في بادية الرصافة جنوب مدينة الطبق بريفي محافظة الرقة ضد خلايا تنظيم الدولة وذلك بعد تزايد الهجمات التي يشنها مسلحو التنظيم ضد قوات النظام في دير الزور لكن في ملف آخر حيث يعاني سكان مدينة هجين في رفي دير الزور شرقي سوريا أزمة نقل حادة وسط شكاوى متزايدة من استغلال أصحاب السيارات العمومية للمواطنين في ظل عدم وسائل النقل الأخرى وطالب الأهالي الجهات المعنية وسلطات الأمر الواقع بإيجاد حل جذري لهذه الأزمة أسعارنا هنا قاعد نأخذ الراكب أربعين ألف وما قاعد توفي معنا طبعا قاعد نأخذ أربعين ألف وقت نعبي مازوت حر أما حاليا صاروا لهم شهرين ثلاث قاعد يطونا أول عشر أيام من الشهر مازوت قاعد نلتزم بالتسعير ثلاثة وثلاثين ألف يعني أحيانا تجاوز نحاسب خمسة وثلاثين ألف وهميا ما توفي معنا لأنه مصروف زيت ودولاب وأعطال القطعة غالية بالنار كلها على الدولاب تشكوى على أهل السرابيس أهل السرابيس اليوم كنا نطلع أولي من الحصان للكسرة نطلع بخمسمائة وارفة اليوم نطلع من الكسرة للأحصان عشرة آلاف وما يترضون بها يعني إحنا نشتكي للإدارة الذاتية يعني كانوا نطلعهم دعم وأسا ما عدي نطلعهم دعم خالص يعني بيدهم حق أهل السرابيس أنه يرفع السعر لأنه ما بيقلوا دعم مازوت أو دعم شيء يساعده يعني اليوم بيقل المازوت خمسة ألاف ومسة ألاف وعنده تصليح وعنده وعنده نحن نكون شوية الواحد منه وما منه يعني يطلوا دعم شوية للمازوت جور السرابيس إحنا قامنا نعاني منها حيل خاصة بالفترة هاي اللي قامت مر يعني تشنا نطلع بالسرابيس ندفع ألف وخمسمية ألفين وخمسمية مثلا من الكسرة للأحصان يهس ساب السرابيس من نهارين طلعت معاي يريد ستة ألاف وثمانة ألاف ليرة حتى بصراحة قبلنا آنية يعني اليوم الشعب الجوعان من وين يجي بالستة ألاف أو ثمانة ألاف مثل اليوم أنا صاحبة أطفال من وين يجي بالستة ألاف إذا يوميا أطلع مثلا من الكسرة للأحصان التقى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني بالقائد العام الجديد لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال كيفين ليهي لمناقشة الأوضاع الأمنية الأخيرة في المنطقة وفق بيان لرئاسة الإقليم وبحث الطرفان الوضع العام في المنطقة والجهود المبدولة لمواجهة مخاطر التنظيم والإرهاب بصورة عامة وشدد على ضرورة حماية الاستقرار والنأي بالمنطقة عن الفوضى والمزيد من التعقيدات وفق البيان كما صلطت ضوء على التقدم في مسألة توحيد وإصلاح قوات البشماركا والمقسمة تحت إمرة الحزبين الرئيسيين في الإقليم كشف مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية في أحدث تقارير احتفاصل جديدة عن شبكة الأسد الاقتصادية ومعلومات عما سماهم رجال الظلم الذين يديرون دفة شركات عملاقة تدير عجلة الاقتصاد السوري بين ركام الاقتصاد السوري المنهار ينسج بشار الأسد خيوط شبكة اقتصادية معقدة تشكل عصبا حيويا لاستمراره في السلطة وطوق نجاة في محيط متلاطم الأمواج ما بين عقوبات دولية وتحديات داخلية ونظاما متكاملا يتيح للأسد الامساك بخيوط الاقتصاد السوري والتمترس بعيدا عن أي محاولات للتفاوض أو التوصل إلى حل سياسي منذ صيحة السوريين الأولى أدرك الأسد أن بقاءه يتطلب أكثر من مجرد قوة عسكرية كان يحتاج إلى أدوات اقتصادية تحميه من الانهيار وتمنحه القدرة على المناورة وهنا خلق شبكات يديرها رجال ظل لتلعب دورا محوريا في الحفاظ على نظامه كان من بينهم مستشار الأسد الاقتصادي يسار إبراهيم الذي قال مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية في أحدث تقاريره إنه يتربع على قمة هرم هذه الشبكات ويدير دفة شركات عملاقة وأصولا كانت يوما تحت جناح ابن خالي الأسد رامي مخلوف قبل أن يقصى إبراهيم ليس اللاعب الوحيد هنا بل يشاركه في مشاريع الأسد كثيرون ربما الأبرز من بينهم بحسب المرصد علي إبراهيم ورامي حمدان ديب الذين يظهران كأشباح خلف شركات كبرى مثل إنفينيتي سكايلايت ولومة وهي واجهات تخفي خلفها مصارح الأسد في إدارة اقتصاد سوريا وتتغلغل في كل شرينه وتمنحه قدرة تحكم مطلقة في اقتصاد البلاد بعيدا عن أعين الرقباء وتضمن له تدفقا مستمرا للأموال حتى في أحلك الظروف ومرونة في التحرك ومقاومة الضغوط الاقتصادية الخارجية وأمام هذه القوة الاقتصادية يبدو الأسد غير مكترث بأي محاولات دولية للتقارب أو التفاوض إذ أغلقت عليه هذه الشبكات باب المساومة واجعلته غير مضطر لتقديم أي تنازلات حتى لو كانت رمزية فعلى الرغم من العروض المتكررة للحصول على دعم اقتصادي مقابل خطوات حل سياسي أظهر الأسد رفضا مستمرا فهو يدرك أن هذه الشبكات تمنحه الاستقلالية ورفاهية الانتظار والمماطلة معتقدا أن الزمن يعمل لصالحه وأن أي تنازل قد يفسر كضعف يهدد بقاءه وبالتالي أصبحت هذه الشبكات حصنه الحصين التي تبقيه بعيدا عن أي ضغوط دولية أو إقليمية إن لم نمتلك أدوات حقيقية للضغط فلا معنى لأي خطوة نقوم بها أو خطاب قدمت مجموعة العمل الأمريكية الخاصة بالمحاسبة في سوريا توصيات مفصلة لصناع القرار في الكونغرس والإدارة الأمريكية لتعزيز دور القيادة الأمريكية في محاسبة مجرمي الحرب من النظام السوري وتشمل التوصيات تشكيل محكمة خاصة لملاحقة قضايا مثل استخدام السلاح الكيموي والتصدي بحزم لجرائم القتل والتعذيب كما يوصي التقرير بتعويض الضحايا السوريين هنا أو في أي مكان آخر في العالم نحن نعمل أيضا على رؤية ذلك القانون الأمريكي الذي يصبح أكثر صرامة في وجه مجرمي الحرب الديمقراطيون والجمهوريون ملتزمون بالعدالة للسوريين ولكن دائما هناك مزيد مما يمكن القيام به بدأ السوريون يشهدون المساءلة التي بدأت الآن وكانت هناك حالات تم تقديم الجنات فيها إلى العدالة في بلدان مثل أوروبا كانت هناك لوائح اتهام وكانت هناك إدانات لكنها مجرد بداية وهناك كثير من العمل الذي يجب القيام به لقد فقد كثيرون حياتهم تحت التعذيب وبسبب الأسلحة الكيموية والبراميل المتفجرة نحن بحاجة لتحقيق العدالة لهؤلاء الناس مجموعة عمل المحاسبة في سوريا مصممة على تذكير الشعب الأمريكي بمدى أهمية المساءلة في سوريا وبشاعة الجرائم التي ارتكبت ضد شعب سوريا وضمان أن لا تمر هذه الجرائم من دون عقاب وعلى الرغم من أنه قد لا تكون هناك مساءلة الآن فهناك أمل في المدى القريب لمحاسبة المجرمين على هذه الجرائم ولتذكير الذين يرتكبون الفضائع أنك حقا لا تستطيع الهروب من القانون أنا متفائل بأن الكونغرس سيواصل جهود الضغط وفرض العقوبات الاقتصادية على سوريا كما من شأنه أن يدعم محكمة مخصصة لمحاسبة جنات أفادت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا برصد إصابات بالتهاب الكبد بين الأطفال في مخيم خان دنون بريف دمشق الغربي بسبب تلوث المياه وأوصل عدد الإصابات وفق مجموعة العمل إلى أكثر من 200 طفل كانوا قد شاركوا في أدنواد الصيفية التي تنظم رحلات إلى المسابح حيث يحتمل أن تكون المياه فيها ملوثة وذلك لعدم تغييرها بشكل دوري وذكرت مجموعة العمل أن أعراض التهاب الكبد لدى الأطفال تروحت بين الحادة وبين المتوسطة وأن العدوى بالفيروس من نوعي انتشرت بينهم أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان أن 29 سوريا معظمهم لاجئون قتلوا في لبنان من جراء تصعيد الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل وقال مسؤول الشؤون الإنسانية في مكتب تنسيقي الشؤون الإنسانية الأممي في لبنان فضل صالح إن صراعة أثر بشكل عميق وواسع على المدنيين وخاصة في جنوب البلاد مضيفا أن سكان لبنان يعيشون قلق التهديد المستمر بالعنف والنزوح وفقدان سبول العيش أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف محمد نجم العنصر البارز في وحدة القذائف الصاروخية التابعة لحزب الله في ميس الجبل جنوب لبنان وفي حين أعلن حزب الله عن مقتل عنصر خامس له في المواجهات مع إسرائيل اليوم ليرتفع بذلك إجمال قتلاه إلى 426 منذ الثامن من تشرين الأول الماضي هذا وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن الطيران الإسرائيلي أغار على بلدة طير حرفة بقضاء صور جنوب لبنان ما أسفر عن سقوط قتلين وإصابة شخص آخر أفاد مراسلنا بتجدد القصف الإسرائيلي على أطراف بلدات حدودية جنوب لبنان في حين عطردت المدافعات الجوية الإسرائيلية صواريخ أطلقت من جنوب لبنان فوق جبل ميرون بالجليل الأعلى ما تسبب بحرائق جديدة وفق إعلام إسرائيلي وقال موقع والا الإسرائيلي إن تل أبيب أحصت إطلاق 1901 من الصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة خلال الشهر الماضي أو الأشهر الماضية ما يعني ارتفاع عدد الصواريخ المطلقة ثلاثة أضعاف مقارنة بمطلع العام أضف أيضا الموقع أن 44 شخصا قتلوا نتيجة للمواجهات مع حزب الله بينهم 24 مدنيا وتسعة عشر جنديا وعامل أجنبي واحد مدى ألف الفلسطينيين حركة نزوح قصري جديدة من شرق مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة بعد إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بإخلاء مناطق فيها شملات بني سهيلة والمحطة والكتيبة أو الكتيبة ومركز المدينة وحارات الشيخ ناصر وبربخ والسطر ومع مرحباً مرحباً الآن حالة نزوح لعدد من المواطنين بعد استهداف لأرض فارغة في منطقة جامعة لقصة في مدينة خان يونس جنوب القطاع مرحباً في بردينة خان تأكيد وخطة تنجية مرحباً مرحباً المرحباً مرحباً قالت صحيفة والستريت جورنال أن القاهرة رفضت مقترحاً إسرائيلياً لإنشاء ثمانية أبراج مراقبة على طول محور فيلادلفيا الحدودي مع غزة ومقترحاً أمريكياً آخر لإنشاء بورجين وذكرت الصحيفة أن وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى وصل إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات المتعثرة بشأن وضع محور فيلادلفيا الذي تحتله إسرائيل بعد اشتياحها البري رفح وكذلك مصير تشغيل المعبر بين مصر وقطاع غزة وضم الوفد بحسب الصحيفة رئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الشباك رونينبار والجنرال اليعزر طوندو كما يشارك في الاجتماع بريت كاركورغ كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت عن دعمه لطلب رئيس الشباك رونينبار بإقالة وزير الأمن القومي إثمار بن كفير قائلا إن تصرفاته تعرض الأمن القومي للخطر وكتب جالنت على حسابه بمنصة إكس إن رئيس جهاز الأمن العام يحذر من العواقب الوخيمة نتيجة التصرفات غير المسؤولة للوزير بن كفير والتي تخلق قساما داخليا في إسرائيل وكان رئيس الشباك بار انتقد انتهاك بن كفير للوضع القائم في الحرم القدسي محذرا من إراقة الكثير من الدماء وتغيير وجه دولة إسرائيل بسبب تصرفات بن كفير على حد تعبيره ختم وذيذ نشر الإخبارية إلى اللقاء بأمان الله اشتركوا في القناة